تكثر التوقعات بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لكنها تقتصر على عدد بسيط من قادة الكتل السياسية وحصرا المحسوبين على إيران ومن هؤلاء زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الذي أفردت له وكالة رويترز تقريرا تتحدث فيه عن حضوضه بتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد حالة التشضي التي شهدتها أحزاب التحالف الحاكم ببزة رسمية فاشلة وزي عسكري إيراني وصفت هل ينجح العامري بالأصول إلى الرئاسة؟ هكذا عنوانت الوكالة تقريرها مستعرضة تاريخا إيرانيا صرفا يستعيره لمنافسة حلفاء السابق كنور المالكي وحيدر العبادي وبحسب التقرير فإن العامري يستحضر سيرته العسكرية من أيام قتاله مع الجيش الإيراني ضد العراق في ثمانينيات القرن المنصرم وزعامته لميليشيا بدر بعد الاحتلال وصولا لعلاقة الرجل الوطيدة بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني التي كانت أساسية في صعوده إلى الصدارة بالإضافة إلى أن التبعية للمرشد الإيراني تعتبر نقطة انطلاق ميليشيا بدر يسوق العامري المعركة ضد تنظيم الدولة بمحاولة لاستغلالها في الانتخابات على أن توليه رئاسة الحكومة سيكون انتصارا كبيرا لإيران بحسب التقرير لكن عليه بنفس الوقت الموازنة بين المصالح الإيرانية وأهداف الولايات المتحدة في العراق الذي ينادي العامري بعداوتها بيد أن تلك العداوة في العلن تخالفها مودة في السر فقد كشفت تقارير صحفية أكثر من مرة عن علاقات جيدة ولقاءات سرية جمعت زعيم ميليشيا بدر بالأمريكيين ناهيك عن عمل التحالف الدولي إلى جانب عناصر الميليشيا في الحرب ضد تنظيم الدولة ويبين التقلير أن استغلال العامري للبزة المدنية لا يكفي لمحو تاريخه خصوصا وأن ميليشيا بدر متهمة باغتيالات وحملات قتل وتهجير طائفية بعيد الاحتلال عندما انقلد قيادتها العامري مناصب أمنية وإذ لا يعرف من الأوفر حظا في الانتخابات البرلمانية المقبلة لكن المؤكد أن جميع الأطراف معنية بها إلا الشعب العراقي فهو آخر المتكلمين وأول المتضررين ترجمة نانسي قنقر